بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سير الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق نسلكه إلى الله الليلة مع حضراتكم نتوقف بتساؤلات وتعريفات ونتوقف مع درء الشبهات كثير من المراجع التي يرجع إليها في علم التصوف نجد لنا مسلكاً لله سبحانه وتعالى يومياً ونحن نبحث عن الطريق إلى الله لكننا نتوقف مع أهل العلم لنتعلم قال لنا العلماء فتعلمنا وترك لنا أهل العلم ففهمنا وتدبرنا الأمر وبحثنا بأنفسنا عن طريق الله فماذا عن مقام الإحسان؟ يذكر لنا الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي رحمه الله في الرسالة القشيرية التي توصف بأنها المرجع الأكبر أو مرجع المراجع يذكر لنا مثلاً في باب الورع فيقول ترك ما لا يعنيك وهو ترك الفضلات الورع ترك كل شبهة كما ينتقل إلى مقام آخر ويقول نقلاً عن أبي سليمان الداراني الورع هو أول أزود كما أن القناعة طرف من الرضا في وقفة أخرى يتحدث أيضاً ويقول نقلاً عن يحيى ابن معاذ رحمه الله الورع على وجهين ورع في الظاهر وهو أن لا يتحرك إلا لله سبحانه وتعالى وورع في الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سوى الله سبحانه وتعالى ويعدد في هذا ويقول هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة هكذا نقل إلينا وعلى هذا يستند وبالشريعة نسير في طريق إلى الله من مملكة الدروش